أهلا وسهلا فيكن أصدقائي بعالم الكروشي مع سلام أهلا وسهلا فيكن بفيديو جديد نشتغل فيه قبعة شتوية صوفية أو مثل ما نسميها آيس كاب مثل ما شايفين القطعة بغاية الجمال والأناقة ممكن تكون صبيانية وممكن تكون بالناتية حسب اللون اللي انتوا رح تختاروا أنا هون اخترت هذا اللون فبالتالي أنا عاملتها لبنوتي القطعة سهلة كتير وطريقة شغلها وفكرتها بسيطة كتير كتير ممكن خلال يوم واحد تكون جاهزة معكن رح نبتدي بالمستلزمات ونبتدي بالخيطان وابلما نبتدي بحب ذكر اللي ما اشترك بالقناة يشترك فعلوا زر الجرس ليصلكون كل جديد ومميز من عالم الكروشي مع سلام ويلا فينا نبتدي مع بعض رح استعمل خيط اليزا بيبي بيست مع قبرة كروشي مقاس ثلاثة ونص ميلي مقاسها ثلاثة ونص ميلي رح تدي بغرزة البداية لأعمل سلسلة هي عبارة عن محيط الرأس ولكن عدد الغرزات لازم تكون من مضاعفات لعدد ثلاثة يعني أنا هلأ بدي اشتغل ستة وتسعين غرزة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة واحد وتسعين اتنين وتسعين تلاتة وتسعين تبع وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين تمام ستة وتسعين غرزة سلسلة نعند غرزة البداية الغرزة اللي بدينا فيها هون بدي ادخل بأول غرزة واختم بمنزلقة دخلت بأول غرزة سلسلة هون وسحبت منها الخيط وسحبته من الخيط العالقبرة بهذا الشكل انا ختمت الغرزة بارتفع بثلت سلاسل واحد اتنين ثلاثة ثلت سلاسل ارتفعت بلف الخيط على الابرة بغرزة السلسلة اللي بعدها هون بدي اشتغل عمود بيلفة بسحب الخيط من الغرزة ومرجع اول خيطين وتاني خيطين برجع بلف الخيط على الابرة غرزة السلسلة اللي بعدها كمان فوت فيها بسحب منها الخيط وهي اول خيطين وتاني خيطين بهذا الشكل بدي اشتغل بكل الغرزات بكل غرزات السلسلة بدي اشتغل غرزة عمود بيلفة المفروض يطلعوا عندي مع الارتفاع السلاسل يكون ستة وتسعين غرزة وصلت حتى نهاية الدور واشتغلت اخر غرزة عمود هون بدي اوصل عندي غرزات السلسلة الثلاثة بالغرزة الثالثة هون بدي افوت ابرتي واسحب منها الخيط واسحبهم من الغرزة اللي عالقبرة هون برتفع بثلاث غرزات سلسلة واحد اثنين ثلاثة لاشتغل تاني دور بلف الخيط عالقبرة بغرزة العمود الاولى هاي بدي اشتغلها غرزة امامية يعني بدخل القبرة خلفها وبطالع من الطرف الثاني وبسحب الخيط هاي عندي ثلاث خيطان عالقبرة مرجقت اول خيطين وهي ثاني خيطين برجع بلف الخيط على الابرة ومن خلف الغرزة طالعت الابرة برجع دخلت من الطرف الثاني وسحبتها يعني عملتها غرزة خلفية هاي مرجعنا اول خيطين وتاني خيطين برجع بلف الخيط على الابرة وهي الغرزة اللي بعدها دعملها امامية من الامام دخلت الابرة من خلفها بهذا الشكل وسحبت الخيط هاي مرجع اول خيطين وتاني خيطين برجع اللي بعدها خلفية هاي اول خيطين وتاني خيطين بهذا الشكل بدي اشتغل الدور كامل حتى اصل لنهاية الدور بدي اعمل غرزة المطاط او هي البيزينة طرف الايس كاب او الطرف الطائية السفلة غرزة خلفية وغرزة امامية رح يتطالب بلشت اول غرزة عمناها هي غرزة امامية فالمفروض تكون اخر غرزة هي غرزة امامية كمان حتى تكون ارتفاع السلاسل نعتبره غرزة خلفية هاد الشكل رح كمل لنهاية الدور وصلنا حتى نهاية الدور هون في عندي غرزة خلفية وهي الغرزة الامامية اللي هي اخر غرزة في الدور وصلت لغرزة السلسل هون في عندي الثلاث سلاسل الارتفاع عندي الغرزة الثالثة فوت الابرة وبسحب منها الخيط وبسحبه من الخيط يعني بختم بمنزلقة هدا هو الشكل اللي حصلت عليه بدي كمل الدور التالي دور التالي بدايتها بارتفع بثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة ثلاث غرزات سلسلة بلف الخيط على الابرة الغرزة الامامية بدي اشتغلها كمان امامية والخلفية بشتغلها خلفية بدي اشتغل عدد من الادوار بهذا الشكل حتى اصل للعرض اللي انا بديها انا بفضله هاي غرزة امامية غرزة خلفية هاي الغرزة الخلفية هون امامية بهذا الشكل بدي اشتغل عدد من الادوار الاصل للعرض اللي انا بديها انا بفضل انها تكون عريضة فبتكون اريح للطفل وبتعطي دفاء اكتر اشتغل عدد من الادوار وارجع لكم وصلت حتى نهاية الدور عند غرزات السلسلة الثلاثة سبع ادوار تقريبا بيعرضوا ثلاث اصابيع رح وقف هون بتحبوا تزيدوا دور كمان او دورين الامر بيرجع لزوقكن وحسب تفضلكن بدي ابتدي بالشغل بارتفع بداية بثلاث غرزات سلسلة واحد اتنين ثلاثة بلف الخيط على الابرة وعند اول عمود رح ادخل بالعمود واشتغل غرزة عمود بيلفة في كل عمود هاي العمود الامامي اشتغلته بعمود بيلفة هاي الخلفي كمان عمود بيلفة يعني اشتغل غرزة عمود بيلفة في كل غرزة حتى نهاية الدور ادوار دور كامل بهذا الشكل وصلنا لنهاية الدور وهي الغرزة الاخيرة ارتفاع لثلاث سلاسل رح فوت في السلسلة الثالثة واحد اتنين ثلاثة هون رح اختم الدور بمنزلقة بهذا الشكل الدور اللي بعده بارتفع كمان بثلاث سلاسل الواحد اتنين ثلاثة بدي اشتغل هون العمود اللي بعده غرزة عمود بيلفة اذا اعتبرنا ارتفاع السلاسل هو اول عمود فهذا الثاني وباشتغل التالت هون بعده برجع بلف الخيط على الابرة وبرجع للعمود الاول اللي اشتغلناه هون اللي هو عبارة عن ارتفاع لثلاث سلاسل رح اشتغله بغرزة امامية يعني رح ارجع بعد ما اشتغلت فوق الثلاث غرزات رح ارجعله بغرزة امامية بهذا الشكل غرزة عمود بيلفة امامية برجع بكمل كمان ثلاث غرزات عمود هاي الغرزة اللي اشتغلناها اخر شيء بنرجع اللي بعده واحد اتنين هاي ثلاثة كمان بلف الخيط على الابرة وبرجع للغرزة الاولى هون يعني قبل بثلاث غرزات يعني بتبعد عن هاي عن الغرزة السلسلة واحد اتنين هون هاي هاي غرزة اتنين هون التالتة كمان غرزة عمود بيلفة بنرجع كمان اللف على الابرة هاي واحد بنكمل اتنين ثلاثة بلف الخيط على الابرة وبرجع عند العمود الاول من الثلاثة اللي عديتن هون بعمل فيه غرزة عمود بيلفة امامية مر اول خيطين وهي تاني خيطين وبرجع بكمل كمان واحد اتنين ثلاثة برجع بلف الخيط على الابرة هاد الواحد اتنين ثلاثة هاي هي الغرزة اللي بدنا نشتغل عليها هون صار عندي هاي العواميد اللي عم بشتغلن كغرزة امامية صاروا عندي نافرات هدول هنا بهذا الشكل بدي كمل بنفس الطريقة برجع كمل العمود اللي بعده واحد اتنين ثلاثة وارجع بلفة على الابرة هاد الواحد اتنين الثلاثة برجع له بغرزة عمود بلفة امامي ودي كمل الدور كاملا بهي الطريقة بهذا الشكل وصلت حتى نهاية الدور هاي واحد وهي الاثنين وهي الاثنين وهي الثالثة بهذا الشكل هاي مرات اول خيطين وتاني خيطين وصلت لارتفاع السلسلة هون واحد اتنين ثلاثة رح ادخل بالغرزة الثالثة واختم بمنزلقة الشغل عندي صار بهذا الشكل الغرزات النافرة هون لاحظوا معي هاي بهذا الشكل هاي الغرزات الامامية اللي اشتغلناها الدور اللي بعده بداية بدي ارتفع بثلاث غرزات سلسلة هاي البداية واحد اتنين ثلاثة هدا يعتبر العمود الاول بدي اشتغل بالثلاث عواميد اللي اشتغلناها ثلاث عواميد العادية هاد العمود الاول هاد العمود الثاني فهون بدي اشتغل هاد الثاني عمود برجع بلف الخيط على الابرة وهذا ثالث عمود وصلنا للغرزة الامامية هون بلف الخيط على الابرة وبرجع للغرزة هاي الأمامية هاي النفرة فيها بدي اشتغل يحظوا نحن هون هاي الغرزة آخر غرزة نفرة هون بدي اشتغل الغرزة الرابعة لفيت الخيط على الأبرة ورجعت للغرزة هون سحبت منها الخيط واشتغلتها بغرزة أمامية بهذا الشكل برجع بلف الخيط على الأبرة بدي ارجع اشتغل العواميد الثلاثة العادية اللي عم نشتغلها كل مرة بترك هاي الغرزة النافرة وبروح على اللي بعدها هون المجموعة الثانية هاي الثلاثة عواميد اللي هون فهذا العمود الأول وهذا الثاني وهذا العمود الثالث برجع بلف الخيط على الأبرة وبرجع لهون العمود الأمامي اللي تركته بشتغله العمود أمامي برجع بدي روح للمجموعة اللي بعدها للعواميد الثلاثة اللي اشتغلناهون هون واحد اتنين وهي ثلاثة برجع للعمود اللي هون لف الخيط على الأبرة بهذا الشكل لاحظوا معي كيف الغرزات عم بتكون نافرة ثلاثة عواميد العادية دائما بشتغلن بشكل عادي هلأ بترك الغرزة الأمامية بشتغل بعدها بأول عمود هاي واحد اتنين تلاتة برجع لغرزة الأمامية السابقة هون وبرجع بكمل لثلاثة عواميد المجموعة اللي بعدها بهذا الشكل بدي أكمل حتى نهاية الدور وصلت حتى نهاية الدور هون رح اشتغل العمود الأول هاي الثاني وهاد الثالث الثالث عمود وبرجع لغرزة الأمامية اللي تركتها وما اشتغلتها هون بعدها بختم ب عن ارتفاع الغرزات السلسلة الثلاثة بدي أدخل بالسلسلة الثالثة هون بسحب منها الخيط وبسحبه من الخيط اللي على الأبرة بختم الدور بمنزلقة بهذا الشكل انتهى الدور الثاني برجع بارتفع كمعا واحد اتنين ثلاثة لابتدي بالدور الثالث هاد أول عمود بعتبره بروح فورا عند العمود الثاني هاد تاني برجع هاد الثالث وصلت للغرزة الأمامية برجع الغرزة الأمامية هون دائما الغرزة الأمامية بدي أرجع لها الخلف بروح المجموعة اللي بعدها دائما بتكون بعد الغرزة الأمامية اللي جاي اترك هاي وبروح العواميد اللي هون واحد اتنين وهي ثلاثة برجع للغرزة الأمامية يلي تركتها بلف الخيط على الأبرة وبرجع لها بهذا الشكل بسحب منها الخيط وهي نشتغلها غرزات العمود اللي بعدها هي اللي بتكون بعد الغرزة الأمامية بترك غرزة الأمامية هاي وبروح علي غرزات العمود واحد اتنين ثلاثة برجع الغرزة الأمامية اللي تركناها النتيجة عندي بهذا الشكل بدي أكمل عدد من الأدوار يعني تقريبا رح أشتغل عشر أدوار أنا هذا دور الثالث بدأت فيه بدي أكمل حتى يصير معي عشر أدوار الخلف بهذا الشكل رح يبين معكم منظر الخلفة كمان جميل يعني هي قضعة وممكن تلبس على الطرفين رح أكمل العشر أدوار وأرجع لكم اشتغلت عددنا الأدوار مثل ما شايفين رح أعدم معكم عدد الغرزات الأمامية واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر هاي الغرزة هي إدعش طبعا فيكم تمالوها بعدد أدوار أكبر من هيك أنا رح أبتدي بعد هذا الدور رح أبتدي بأدوار التناقص بعد ما ارتفعت بثلاث غرزات سلسلة حلف الخيط على الأبرة واشتغل أول غرزة عمود هون بأول غرزة سأطلع بعمود بلفه ما رح أشتغل الغرزة التالتة فورا بلف الخيط على الأبرة وبرجع للغرزة الأمامية وبشتغلها برف الخيط على الأبرة وبروح يعني في الثلاث غرزات بنا نختصر لثلاث غرزات عمود بغرزة عمود غرزتين بدي اختصر غرزة في كل مجموعة بنا نختصر منها غرزة بشتغل غرزتين وبعدها الغرزة الأمامية بهذا الشكل بدي اشتغل الدور كامل هذا واحد واثنين برجع للغرزة الأمامية بنرجع كمان واحد واثنين وهي الغرزة الأمامية بهذا الشكل بدي اكمل حتى نهاية الدور وصلت حتى نهاية الدور الأول من أدوار التناقص هاي أول غرزة عمود وهي الثانية برجع لغرزة برجع لغرزة الغرزة الأمامية غرزات السلسلة الثلاثة بدي ادخل الغرزة الثالثة واختم الدور بسحب منها وبسحب من الخيط اللي على الأبرة واختم بمنزلقة الدور الثاني كمان برتفع بثلاث غرزات سلسلة بلف الخيط على الأبرة ودي اشتغل أول غرزة عمود الارتفاع مع غرزة العمود صار عندي غرزتين بلف الخيط على الأبرة وبرجع للغرزة الأمامية ودي اشتغل الدور الثاني مثل الدور اللي قبله عبارة عن غرزتين عمود مع غرزة أمامية برجع للغرزة الأمامية أول غرزة عمود تاني غرزة وهي الغرزة الأمامية برجع كمان أول غرزة عمود هاي الثانية ورجع للغرزة الأمامية بهذا الشكل بدي أكمل حتى نهاية الدور صلنا حتى نهاية الدور حلف الخيط على الأبرة واشتغل أول غرزة عمود بلفه هاي تاني عمود برجع للغرزة الأمامية وصلت لنهاية الدور غرزات سلسلة لثلاثة بطلع عند الغرزة الثالثة هون وبختم بمنزلقة بهذا الشكل أنهيت الدور الثاني من أدوار التناقص الدور الثالث بدي أرتفع بثلاث غرزات سلسلة بعد الثلاث غرزات سلسلة اللي هي تعتبر العمود الأول بلف الخيط على الأبرة وبرجع لغرزة الأمامية برجع روح فورا لغرزة العمود اشتغل غرزة عمود واحدة بس وبرجع للغرزة الأمامية برجع كمان غرزة عمود وغرزة أمامية بهذا الشكل بهذا الشكل بدي أشتغل الدور كامل غرزة عمود وبرجع للغرزة الأمامية رحكمل حتى نهاية الدور وصلت لنهاية الدور هون ارتفاع الغرزات السلسلة الثلاثة رح أختم فيهن بمنزلقة بهذا الشكل أنهيت الدور الثالث من أدوار التناقص بارتفاع بثلاث غرزات سلسلة والدور الرابع هو مشابه للدور الثالث غرزة عمود وبرجع للغرزة الخلفية برجع هاي غرزة العمود وهون الغرزة الأمامية أعتذر مو الخلفية وإنما الأمامية برجع كمان هاي غرزة عمود وهي الغرزة الأمامية بهذا الشكل بهذا الشكل كمان بدي أشتغل الدور كامل غرزة عمود غرزة أمامية حتى نهاية الدور وصلت لنهاية الدور رح أختم بمنزلقة بدخل بالغرزة الثالثة من الارتفاع وبختم بمنزلقة بهذا الشكل الدور اللي بعده بارتفع قبل ما ارتفع بدي أسحب الخيط مباشرة من الغرزة الخلفية بهذا الشكل بلف الخيط على الأبرة وبسحب الخيط من الغرزة الخلفية وهي أول غرزة بدنا نشتغل فقط الغرزات الأمامية بعد زر فقط رح أخذ غرزات الأمامية بعيد طريقة بديكمل حتى نهاية الدور وصلت لنهاية الدور وهي آخر غرزة أمامية بشتغلها هون الغرزة الأولى رح ادخل فيها وأختم بمنزلقة بهذا الشكل لاحظ أنه الشغل عندي بدأ يلم وقطع عندي بلشت تصغر من الأعلى رح ارتفع بلف الخيط على الأبرة وبروح عند الغرزة الأمامية هون من الخلف برجع لها برجوع وبسحب منها الخيط بهذا الشكل هون صار عندي ثلاث خيطان على الأبرة بمر أول خيطين بهذا الشكل بقى عندي خيطين ما بكمل بروح الغرزة اللي بعدها هون الغرزة الأمامية كمان باخد من الأمام بهذا الشكل بسحب منها الخيط صار عندي أربع خيطان مر خيطين ببقى عندي ثلاثة بشتغل هون مع بعض بروح الغرزتين اللي بعدهم بلف الخيط على الأبرة كمان ثلاث خيطان مر خيطين وقفت بلف الخيط بروح الغرزة اللي بعدها هون الغرزة اللي بعدها كمان صار عندي أربع خيطان بمر خيطين وصار عندي ثلاثة بشتغل هون مع بعض بهذا الشكل بدي اشتغل حتى نهاية الدور كل غرزتين أماميات بدي اجمعهم مع بعض بغرزة وحدة وصلت للنهاية بلاحظون عندي بقي عندي ثلاث غرزات أمامية فبالتالي بدي اشتغل ثلاثة مع بعض في حال كانوا عندكم عدد زوجي بكون كتير منيح تختصروا كل اثنين مع بعض بس في حال بقي عنكم ثلاثة بنا نشتغل ثلاثة مع بعض يعني مرق دائما خيطين وبوقف وبرجع للغرزة الأخيرة ما رح اتركها كمان سحط منها الخيط مرقت أول خيطين في الحال طلع عندي أربع خيطان على القبرة رح اشتغل هون بغرزة وحدة وبروح عند الغرزة الأمامية هون عند الأول غرزة كانت في الدور رح اختم فيها بمنزلقة بهذا الشكل لاحظوا عندي القطع كيف بدأت تلم الدور الأخير آخر دور مثل الدور اللي قبل بدي اشتغل كل غرزتين مع بعض هاي لفت الخيط على الأبرة ومن أول غرزة أمامية هون هون لاحظوا هني كل غرزتين بيكونوا مع بعض فأنا رح دخل أبرتي تحت التنتين مع بعض لأن هدول صاروا غرزة وحدة اللي جمعناهم مع بعض هاي مرقت خيطين ووقفت برجع بروح للتنتين التانيات هدول كمان رح دخل أبرتي أسفلن بسحب الخيط صار عندي أربع خيطان على الأبرة أول خيطين ووقفت صار عندي ثلاثة اشتغل ثلاثة ما بعض روح اللي بعده هدول الخيطين مجموعين ما بعض هدول غرزتين مجموعين ما بعض فبالتالي رح ادخل تحته بسحب الخيط صار عندي ثلاثة خيطان مرقت أول خيطين ووقفت برجع بلف الخيط على الأبرة وبروح عن ثاني غرزة هون كمان بسحب الخيط ومرق خيطين ووقف صار عندي ثلاثة باختن بغرزة وحدة بدي كمل الدور كاملا بهذا الشكل على شكرا ولد ولد بحيط أعداد وصلنا الاخر غرزة هون راح اشتغلها كمان واختم بمنزلقة. هون عند اول غرزة راح اختم بمنزلقة واخد غرزة للامان. هون راح اترك خيط طويل. وبعدها قص الخيط. لان هاد الخيط بدي استخدمه بتصغير هاي الفتحة اللي بقياني عنا. هاي القطعة اللي حصلنا عليها. هاده هو شكلها النهائي. هاي اعلى القطعة هيك صار شكلها. بدنا نسكر هاي الفتحات ونعبيها. بقبرد خياطة خياطة صوف اه ضميت الخيط اللي انا اعتاركته هون. بدي ابتدي سكر هون القطعة. راح ادخل بين غرزات بهذا الشكل. حتى لم القطعة. ما بدي يبقى عندي اي فراغات. لاحظتم ما كيف? سكرت الفراغات. هون بدي اععد. راح ادخل بالخيط للداخل. من الطرف الداخلي. بدي اعقد الخيط. هاد الخيط نفسه ما راح اقصه لاني بدي يسبت فيه. الزينة اللي بدي يحطها. فيكن تحطو طابط بومبون. فيكن تحطو اه الريش الجاهز اي شيء. بالنسبة لهي القطعة استهلكت معي ميت جرام من الخيط. هادا ما تبقى من الخيطان فقط. فهي بتعطي سماكة. فبالتالي بتاخد اه بتاخد خيط مزبوط. بتاكل خيط مزبوط. ولكنها للدفاء قطعة كتير ممتازة. الوجه الداخلي راح ورجيكم ياه كمان جميل. ممكن القطعة اللبس عالطرفين. لاحظوا معي كيف. كتير جميل الطرف الداخلي كمان. فيكن تسبت قطعة طابط البومبون بالاتجاه اللي انتو بتحبوه اللي انتو بتفضلوه. وهلأ بعد ما ركبت طابط البومبون هذا هو الشكل النهائي لقطعتنا متل ما شايفين. بغاية الجمال والاناقة والترتيب. بتمنى كونوا قدرت توضح لكم الخطوات بطريقة واضحة وسهلة. وتحصلوا على نتيجة جميلة مثل النتيجة اللي انا حصلت عليها. لهون بتصل لنهاية الفيديو. حب زكر قبل ما اختم اللي ما اشترك بالقناة يشترك. فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشم. مع سلام. ولا تبخلوا عليه بتعليقاتكم وآرائكم. بل تقيكم بالفيديو القادم ان شاء الله بامان الله.